وللمزيد حول مشاركة الرئيس السيسي في قمة مفاق التمويل العالمي غداً بباريس ينضم إلينا هاتفياً أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام وسيد أحمد بعد التحية كيف تقرأ أهمية مشاركة السيد الرئيس في مفاق التمويل العالمي بباريس بالطبع مشاركة الرئيس في هذه القمة لكم أثناء أهمية كبيرة بتعكس العديد من الدلالات ولها دور مصر فيما يتعلق بالدفاع عن قضايا الدول النامية فيما يتعلق بالتوصل للعدالة النظام المالي الدولي وتقليل فترة ما بين الشمال والجنوب ومواجهة الحاجيات المختلفة ما بين وطعب الانبعثات الكاربونية كده السلبي على الدول العالمي والدول خاصة في إفراقيا والشرق الأوسط والتي تضرر كثيرا خاصة في مجال الأمن الجزاء رغم أن الدول الغنية والصناعية المسؤولة الأكبر عام هذه الانبعثات ومنها تنمو الأهمية كبيرة مصرية فيما تحفظ به أكثر مصورا إلى التمويل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الازدارة الإنصادي مساعدة الدول الإنمية في مواجهة تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيئي من خلال التوسع في الاقتصاد الأخضر والهيدورجين الأخضر وقدمت مسحة في هذا الإطار تجربة رائعة حقاً كما تعلم بالتوسع في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة النظيف ولدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية في ميندان في أسوان وكلها بتعكس هذه التجربة والرؤية المصرية التي سيعدى الرئيس سيسي بالطبع هذه هذه القمة الدولية من صحة التنويل العلاني الجديد هي بتعكس أيضاً نجاح الإنصلاح الإقتصادي والنموذة للإقتصاد المصري فيما تعلمت به الإنصلاحات الإقتصادية الإنصلاح البرامج الإقتصادي هذا التوسع في الإنصلاح الإقتصاد الأخضر بتعكس أن مصر الآن تمثل أهمية كبيرة وبالتالي القمة ومشاركة الرئيس سيسي هي تصب في إطار الجهود المصرية وانتداداً أيضاً بمؤكد مركب 27 فيما تعلمت بدول مصر في تحمل الدول الألغامية الأعداء عن القيارات المناخية وعن الأزمات العالمية يتحدث أيضاً تصياق أيضاً الرؤى المصرية فيما تعلمت به مواجهة تحديات المختلفة غير المسبوقة التي شهدها العالم سواء كانت جاحت كورونا أو أثارت قيارات المناخية أو استمرار الأزمات العالمية ومنها بالطابع للأزمة الروسية الأوكرانية والتي أد أقل بزرالها السلبية على كل دول العالم فيما تعلق به تطاقم مشاكل الديون في العالم النامي فيما تعلق أيضاً به تعطل سلاسل الإمداد كل هذا بتطلق إصلاح أيضاً متحدث الرئاسة أكد أن الرئيس السيسي سيركز خلال القمة على تعزيز التعاون الدولي لتفعيل آليات التعاون وتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة بشكل كبير بالطابع هذا بيؤكد أن مصر الأمم بتطوط قيار ما يسمى تعزيز العمل للجماع الدولي المسئولية الدولية وتضامن الدولي لأننا في حالة منها الاستقطاب أثرت سلباً على أهليات العمل الدولي على النظام الاتصادي الدولي وهنا تنبع أهمية رئيس المصرية فيما تعلق به نظام مالي أكثر عدالة بإصلاح مستدامات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي صندوق النظر الدولي مشاركة الأعباء وتحمل الدول الغنية لمسئوليتها تجاه مساعدة الدول النامية وهو ما يعكس حقيقة هذه الرؤية المصرية التي عبرت مصر عنها أكثر من مرة وبتعكس أيضاً مصروم التضامن العالمي الجديد إصلاح نظام الاقتصادي ونظام المالي العالمي بما يحقق أهداف البجتمع الدولي في التحقيق التنمية في مواقعات الارت المناخية في الصفازة التنوع البيئي في مواجهة تأثيرات الأزمات العالمية في تفسير موجات التضخم التي ضربت كل دول العالم حقيقة أيضاً فيما تعلق به أيضاً أزمات الزيون وغيرها من التحديات التي بدأت تستوجب أن لابد من مقاربة والسجوية عالمية جديدة فيما تعلق به مواجهة التحديات أشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات الأستاذ أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام كنت معنا هاتفياً شكراً جزيلاً لك